السلام عليكم اخواتي واخوتي كيدايرين لبس عليكم كل شي مزيان كل شي باخير اليوم ان شاء الله حبيباتي بجبت لكم حلوة حلوة ديالدوازاتي بسيطة وكجيه شيشة وخفيفة متمنتنا الاعجاب ديالكم تجربوها ودائما تردو علي الخبار مشو نشوفو حبيباتي مكونات هاد الحلوة بالنسبة الكمية اللي غادي تعطينا تقريبا 80 حبة غادي نحتاجوا فيها 250 جرام من الزبدة 250 جرام ديال الزبدة انا كنستعمل ديال الابوات الابريري وانتو ما استعملوا مارغارين ولا اي زبدة غادي نستعمل كذلك 180 جرام ديال سكر غلاسي او سكر بودرة ما يعادل كأس ونصف كأس ونصف متع سكر غلاسي ودائما كنتم لكم المقادر مضبوطة في صندوق الوصف نحتاجوا كذلك كأس وربع من الناشا او لمايزينا ما يعادل 120 جرام كأس وربع يعني كأس وربع كأس هادي نحتاجوا خميرة ديال الحلوة 8 جرام ساشي ديال الفانيليا زوج حباس ديال البيض ونصف كأس انتع زيت ما يعادل 80 ميليليليتر بنسبة الدقيقة هادي نحتاجوا ل700 جرام ما يعادل سبعة ديال الكيسان هاد هما المكونات معلنا غير مشو نشوفو الطريقة بنسبة للطريقة كتاخذوا لكسعاد ديالكم كننزلوا فيها الزبداهية اللولة كنضيفوا عليها السكر غلاسي اللي قلنا كأس ونصف ساشي ديال الفاني وما ننسوش واحدة رشة ديال الملحة غادي ندمجهم مزيان مزيان تنحصل علي 1 بوماد ما توقاش تبلي هادك السكر نهائيا نمزوجهم مزيان بهات الشكل هادا حتى يندمجوا مع بعدياتهم من اللي ندمجوا غادي نضيف عليهم نصف كأس نتع الزيت وجوج حبات ديال البرد ونو اللي ندمج من جديد مزيان مزيان حتى يعني كل شي الخاليط يولي متجانس هاكا نخلطوا كل شي مزيان انا بالحلويات اللي نبغيوها تكون في المنزل دائما عندنا وتعطينا كونتيتي مزيانة ضفت هادا ك الناشا مع الخميرة ديال الحلوة غادي ندمجهم مع الخاليط للول هاد الشكل وهنا نبدي نضيف الدقيق تدريجيا واني عبرت لكم البنات البنات اللي ما عندهمش الميزان 700 جرام هي سبعة ديال كيسان الكاس نتع الشاي احنا معنا معروف نتع العنبة او الكاس نعيني نتع الشاي كنبديو ندمجوا ديك الدقيق شوية بشوية نحصلوا على عجينا طرية تدريجيا تدريجيا حلوة كاجي خفيفة وكي ما احنا ينبغي يكونوا هاكا عندنا حلويات عادية وبسيطة نفطروا بهم الصباح ولا في القوتين تلعشية مع القهوة ولا يديروهم فليبوات هاكا ويكونوا عندكم يجيكم شي حد لغفلة يعني دائما خسنا نكونوا مسلحين صافي كندمجوها بهاد الشكل هادا ونلموها العجينا ديانا تكون طرية من يبسوهاش هاد الشكل هادا صافي هنا غضي نسرح لابات ديالين بعد مجمعتها مش ضروري تخليوها ترتاح بحيط اليوم البرد كناخد ما احسن نديروها ما بينجوش بلاستيكات باش ما نزيدوش نشفوها بالفارينة كنغطي عليها بجوش بلاستيكات وممكن نورقها بالدلك هنا انا ما غادش نديرها رقيقة ومنديرها شغلايضة مهم غاد نديرها متوسطة الي كنتو بغيين تلسقوا واحدة مع واحدة ديروها رقيقة اما انا ما غادش للسق بغيت ندير كلها بوحدها انتو ما تختاروا المرشوم اللي بغيتو انا اختارت هاد الشكل هادا ممكن تختاروا اي طابع بغيتوه غاد نطبع كامل الحلوة ديالي او العجينة ديالي حتى نكمل قاها لكونتيت الي عندي تخرج لكم 80 حتى ال85 حبه هاد المقدار هادا سافي من اللي كان طبحه كان حييت الزوائد كان نرفض الحلوة كان ديرها ديالي غاكتموه في صنية اللي غادي تدخل الفران ماذا بكم تكون ورق الزبدة من الافضل سافي غادي نستمر البنات هاكا ونوليه معاكم سافي حبيباتي من اللي كملت الحلوة كاملة سرحتها هاكا في صنية غادي ندخل هالا مقبل ما غادي ندخل هالفران غادي ندهنوها كي تعطينا هاداك الشكل اللي شتناه في الصور شعلت الفران يسخن واشنو غادي ندير مابعد ما ستيفت الحلوة خديت واحد الحبه بيته كي ما را كنتو حبه بيت معلقة صغيرة متاع الحليب وغادي نحتاج واحد نيس كافي او قهوة سريعة الدوابان تقريبا وحد المعلقة غادي ندمجه مزيان مزيان حتى نحصل على واحد اللون بني يعني متجانس بحلي غادي نديرو الفقاس ولا الكخوكي سافي من اللي شديتهم دربتهم اخديت واحد شيتة او فرشات وبديت كدهن الحلوة ديالي بهذا الشكل هذا قبل ما نطيبوها كدهنوها هاكا كاملة من اللي تكملو تاخدو واحد الكوردون ولا فرشيتة ولا وكديرو خطوط عشوائية بهذا الشكل هذا باش هاكا من الطيب ما نحتاجوش عادي نزيدو نزينوها كتخرج مزينة وزوين الشكل ديالها كيخرج زوين هادي ندخل هات طبع البنات حتى كتشوفوها شوية تحمرت من الاسفل كتنزلوها غي واحد دقيقة من الفوق ديالها سافي وكتخرجو الحلوة ديالكم تكون جاهزة هنا حبيباتي بغتو تلسقو وحدة مع وحدة ما فيها كي نحت مشكلة كتشوفو الحلوة كيف هاكا جاتو غزالة وفتية شيشة وبنينا بغتو تلسقو واحدة مع وحدة بالكونفيتور ممكن بغتو تخليوها هاكا وغيف الجوانب دهنوها بالكونفيتور وتفندوها في الجنجلان محمار عاو تاني غادي تجيكم زوينة انا بغتو نخليها هاكا عادية وبسيطة حلوة ديال الدار ما كان محسن يعني زوينة وهشيشة في الفلوقو ديالها فمين تاكلوها هشيشة مش هي يابسة ولا نتمنتنا لإعجاب ديالكم هاد الحلوة البسيطة تشاركوها مع الأصدقاء ديالكم إلا عجبتكم حبيباتي ما تبخلوش عليا بلايكاتكم تعليقاتكم الجميلة اللي كان شكركم بزاة فعليها اللي كانت فرحوني دائما ربي فرحكم وكذلك حبيباتي كان فرح دائما كان رحب بكل جديدات ما تنسوش تفعلوا الجرس الصغير باش توصلوا بجديد الوصفات وإلى